ازاي اكوا عاملين ايه كله تمام بصوا انا الفقرة دي بالنسبة لي فقرة خاصة جدا مش بس علشان هي اربعين سنة موسيقى مع طرق مدكور بس طرق مدكور مع حفظ اللقب من الناس قللت الظهور قللت الكلام جدا فاولا كل ان هو ينورني فده في حد ذاته حدث كبير جدا بالنسبة لي انا عارف ان هو بيحبني بس هو ما عارفش انا بحبه قد ايه لانه من اكتر الناس اللي انا حبتهم في حياتي هم طرق مدكور فعلا من اكتر الناس حقيقي وده جانب مش كل الناس عارفه عنه كلنا عارفين موسيقى طرق مدكور بس مش كلنا عارفين طرق مدكور البني ادم ده العظيم الرائع الحبوب المتواضع خفيف الظل اللي قادر دايما على تدويب الفوارق ايه لأ منورني مرسي جدا عالكلام ده عامل ايه لأ مرسي ايه لأ تا كلام كتير اوي اطلاقا اطلاقا لا يمكن احنا كده اربعين سنة فعلا ما حسيتش بيهم في الحقيقة لسه كنت بتقولي بتقولي الزمن والاوقات بتعدي بسرعة اكتر جدا جدا غالبا احنا لما بنكبر الوقت بيبقى بنحس بيحساسنا بالوقت بيبقى اسرع الظاهر كده الظاهر كده اللي اربعين سنة دي بدأت ازاي لا هي بدأت من قبل بالمناسبة اللي اربعين سنة دي عشان بودوا منكبرك لانك انت بدأت اصلا وان عندي 16 سنة بدأت من قبل بدأت من قبل من اول ما دخلت المدرسة دخلت قط الموسيقى وفري الموسيقى وفضلت في المزيكة لغاية ما وانا في سنوي مع صحابي بعملنا فرقة وبعدين في نفس الوقت كان ظهر المزيكة الجديدة اللي كان بيقودها طبعا في الوقت ده هيني شنو ده وعمار الشيعي مع حفظ الألقاب طبعا المصريين والأصدقاء المصريين والأصدقاء بالزبط كده وحبيت انا كنت عندي 10 سنين تقريبا سنة 77 وحبيت الشكل ده جدا وحاست ان انا عايزة بقى زي الناس دي وعايزة بقى يعني وقتها عارفت انا عايزة اعمل ايه في بقية ع حياتي يعني وخدت القرار اه خدت القرار من وقتها وازاي وزعت يعني خلاص انت اشتغلت بقى في اسم موجود في سوق اسم مطالق مطالق كان عندك 16 سنة دي جات ازاي دي دي جات ما انا ازاي بقولك انا بتريت يعني مثلا حوالي عمر 12-13 سنة ابقى فعلا بعرف اعمل علاقات مع الناس دي واتواصل معهم فعليا يعني نتكلم وبعدين في سنة الثمانين ظهر اه مجموعة فريتيحة خليل مع محمد منير طبعا ده برضو من الالبومات اللي اثرت معي جامد جدا 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 في حياتي يعني اه حبيت اتعرف على فتحي سلامة وحظي كان كويس جدا ان زميلي في الفصل كان جار فتحي في البيت فروحت معاه فعلا بعد المدرسة وخبطت على باب فتحي وقلت له انا عايز اتعلم مزيكة معك وكده وهو يعني قال لي طبعا وفعلا ابتدينا وكان يعني مهتم بيه جدا وانا كنت بقى على طول عايز صغير في رجليهم طول الوقت وبروح معهم الحفلات وبروح معهم البروفات وبروح معهم الستوديو وكل الكلام ده وفي يوم من الايام كان الكلام ده في سنة 84 فبراير 84 فاكر كويس جدا رايح لفتحي زي عادتي كل كل يوم تقريبا ويوم بعد يوم بعدي علي فقابلت عنده شاب لزيز جدا عرفنا على بعض انا طارق وهو عمر عمر دياب اه فااا من غير ما يقول لي حاجة بدون مقدمات وفجأة يمكن هو كان قال العمر قبل كده بس ما عرفش بعد ما نزل العمر فبقول له يا فاتحي أنا ما عملش مزيك قبل كده قال لي لأ أنت تعرف أنت تبقى كويس أنا عارف أنت أريدي بتعمل تجربة وبتيجي تسمعني وأنا شايف أن أنت هتعرف تبقى أد الموضوع وفعلاً اتعرفت على العمر بقين أصحاب ودخلنا للستوديو سجلنا في النفس الشريط ده أو النفس الألبوم ده أغنيتين عملت مع أغنيتين واحدة كانت لحني والتانية كانت كلمات عبد الرحيم منصور وأرحان محمد الشيخ فدي كانت البداية من بعدها عمر كان في معهد الموسيقى وكان عنده أسادزة معه ملحنين وكان زي خليل مصطفى زي طبعاً أحمد الحجار وناس تانية فعمر كان عنده المشروع بتاعه اللي هو إيه عايز يعمل برضو أغاني فبقيت أنا وهو على طول إيه يكلمني عندنا أغنية تيتر مسلسل عندنا مثلاً هنخش الفوزير كانت وقتها فوزير شريهان كان فيه برضو حاجات بتاعيمل مثلاً عن التوعية زي ما ترميش الزبالة مثلاً فاكر دي زبالة جاهل والحاجات اللي أيو أيو لحظة منفضلك لحظة منفضلك بالزبط كده فابتدينا يعني عمري يعني ياخدني معاه في الحاجات دي يعيوزع له الشغل ده وعن طريق الحاجات دي الملحنين أعرفوني فبقاهم يعني إيه يودوني لبعضهم واحدة واحدة لقيت نفسي في واحدة واحدة لقيت نفسي من غير يعني أنا أنا محاولتش أعمل أي حاجة أنا كنت على طول إيه من حتة لحتة ومن أغنية لأغنية ومن مكان لمكان ومن استوديو لستوديو وعده 40 سنة وعده 40 سنة عقبال ما يبقوا 400 طبعا علي سؤال يعني ده اللي دايما نعرفه أو اللي نسمعه عن عمر إنه محسوك وألوك جداً طب محسوك وألوك وفتح السلامة جاء له طارق ما تكور معاك طارق لسه صغير عمر ما تخدش لا عمر ما تخدش لأنه هو كمان كان صغير ما إحنا كنا إحنا الاتنين صغيرين أنا الفرق ما بيني وبينه مش كتبي كبير في سنة هو أقبل مني بكام سنة يعني بس هو يعني هو لما جرب أول حاجة لقى الموضوع حلو فتمام وإحنا من سن بعض فإن يعني اندماجنا أكتر وأنا كنت بلاقي اللي أنا عايز يعني فيه اللي أنا عايز نفسي عمله هو كان بلاقي فيه اللي هو نفسي يسمعه يعني طب أنا بحكم معرفتي بطارق محبور إنه أنت بتعمل اللي أنت عايزه واللي أنت شايفه أحياناً لا ده على طول أحياناً لا ده على طول وبالمناسبة ده طول الوقت يعني من وإنت صغير من وإنت عالي 16 سنة أنا بعمل حاجتي تاخدها ما تاخدهاش ده موضوع تاني لكن أنا هعمل حاجتي دي رؤيتي فهتتعامل عملت إيه مع كمال الطويل؟ لا دي كانت خصة كبيرة قوي الحدوتة ولازم تتحكي ده كان بقى سنة 89 الكلام ده بعد مثلاً أنا بتريت مع عمر كانت سنة 84 89 من قبلها بسنة عن طريق برضو فاتحي وعن طريق يا خليل وكده تعرفت على محمد منير وبقى يعني ألم محمد منير بالنسبة لي كان أسطورة نجم يعني هو نجم الجيل بتاعنا ونجم الجيل طبعاً نهاردة نهاردة هو نجم الأجيال كلها يعني بس وقتها كان هو عمر دياب بتاعنا آآ صحي آآ فكون إن أنا 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 فاكر أول مرة شفت محمد منير أنا كنت مخدود جداً وكنت بتريعش من الخضة يعني آآ آآ بعدها بقيت معه بلعب معاه في الفرقة وكده فهو قرر إن هو إن أنا أشتغل أعمل معاه أغاني كان في الألبوم بتاعه كان اسمه اسكندرية اسكندرية ولا لا الألبوم اللي قابله شوكولاتة 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 تسعة وتمانين آآ فكان فيه أغنية كمال الطويل طبعاً مع حفظ الألقاب طبعاً وكلام مع عبد الرحمن الأبنودي وأنا طبعاً كان عندي حوالي 22 سنة ساعتها ما كنتش مدرك قوي يعني المصيبة اللي أنا داخل فيها الأستاذ كمال الطويل ما يعني أنا بالنسبة لي كان الوقت ده أنا مش شايف الحتة دي قوي لأن ده بتاع الأجيال القابل مني يعني لكن عارف طبعاً الاسم وعارف إن هو شخص جامد جداً وملحن طبعاً كبير بس يعني أنا عملت مع الموضوع عادي وفعلاً عملنا الأغنية كان اسمها من حبك مش بريء وفي حبك مش جريء اشتغلت فيها وأنا مقابلتوش هما جابوا لي اللحنة على شريت جاست واشتغلت منه وكان الطبيعي إن إحنا في الوقت ده ولغات النهاردة لما بتجي لي أغنية المقدمة الموسيقية والسلوهات الفواصل الموسيقية اللي في النص غالباً الموزح هو اللي بيعملها فهو كان عامل تيمة بس تيمة بسيطة وكان فيه تحويلة ما بين المذهب أو الجزء الأولاني من الأغنية والكوبليه في المقامات فلازم التحويلة دي لازم نعدلها ما ينفعش بنفس المقام أو نفس الاسكيل تروح على الناحية التانية كده خبط لازق فعملت اللي أنا عملته بتعوش ودخلنا سجلنا الأغنية وكل الناس كانوا مبسوطين محمد مونير مبسوط والمنتج كانوا ساوندوف امريكا ساعتها مبسوطين وكل اللي في الستوديو مبسوطين وجا كامال الطويل يسمع فأول مرة أشوفه بقى أولاً هو راجل ليه هبة فظيعة يعني يشكله باشا يخد جداً يعني دخل قاعد في الستوديو قدام الميكسر وأنا واقف وراه وشغل الأغنية فبتلت الأغنية والمدة حوالي 30 ثانية مزيكة مش مزكته مزيكة اللي أنا عملها فلاقيته بيثقف كده يعني فأنا افتكرت بيثقف لي يعني لقيته قول بس 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 واقف دي مش مزكتي فأنا طبعاً تخضيت يعني وقفش طلع برا الستوديو أعدنا يا أستاذ كامال أصل هيا الحكاية وقال كفاية أنا وافيت أنا تعمل كهرباء يعني الله 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 أعدنا في يعني في مناقشات معه بقى يعني حوالات معه أسبوع تقريباً لغاية ما إيه قال طب بعثواليا سمحها تاني فبعتنا له نسخة للبيت عنده يعني سمحها وبعدين قال طبعاً عايزة أقابل الولد اللي عملها دي فروحت أقابلته في بيته في الزمالك برضو يعني يعني فيه هبة فظيعة كان داخل بتقابل باشا وبالربد شامر بقى وعارف الناس اللي هي اللي بتشوفها بتاع الزمان بقى في الأفلام هنا اه حاجة ورستقراتية جداً يعني دخلت في قوت السالون في بيانو كده وبتاع قعدنا قال لي بص أنا سمعت وبصراحة لأنت عمله ده كويس وحلو وإنت ليك مستقبل إنت هتعمل حاجة يعني بس أنا موافق بس على شرط واحد قلت له اللي تؤمر بيه أستاذ كامال فقال لي الحتة اللي انت شلتها بقى الموسيقى اللي أنا كنت عملها دي إحنا هناخدها نوزحها ونعملها تيتر لبرنامج في الإزاعة مصرية وجينا هنا في ماس بيرو وسجلنا للتيتر قلت له طبعاً اللي تؤمر بيه جينا فعلاً سجلناها وكان التيتر قعدت يمكن عشرين سنة بتشتغل تيتر للبرنامج ده وده كان الشرط الوحيد ده كان الشرط أه دي حدوتة برضو مخيفة يعني كمان الطويل بس وقف دمشانة بعدين تعال لي بقى على البيت بعد مفوضات أسبوع بالزبط كده أستر يا رب طب هستأذنك واستأذن مشاهدين هنروح لفصل بسرعة وهنرجع لازم نكمل مجموعة من أهم ملامح أربعين سنة على رأي طرق مذكور عدوا كده هم مش أربعين هم أكتر من أربعين بس هنمشيها أربعين من بداية ظهور أول حاجة معلنة لو صح التعبير التجارية خلاص بقى يعني شغل محترف موجود في السوق طرق مذكور منور وبعد هذا الموقف مع كمال الطويل ده موقف صعب بس أنا بظن دايما أنه الشغل بتاعك ده أصعب شغلانة موجودة في المنظومة بتاعك غنوة لأنه التعامل مع الناس صعب يعني دي رؤية طرق مذكور ففي ملحن وفي حد بيغني ومناقشات وأخد وعطة وطرق مذكور منتهى الديمقراطية طبعا أنا أقول آية كلام فيش آية ديمقراطية ديمقراطية جدا في أنه أنا أسمع الكلام أسمعوا أنا أخفزوا ده موضوع تاني بتقدر تمشي يعني الحكاية دي إزاي والناس كل واحد ببطي عنده الإيجو بتاعه لا الفكرة أنه أنا يعني إحنا طبعا إحنا لازم نبقى تيم لازم نبقى كلنا صحاب آية كان المجموعة اللي بتشتغل بنبقى صحابه يعني واخدين على بعض ويعني هو مش 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 كل واحد ليه دور منفصل عن التاني يعني هكلنا بنكمل بعض أنا من غير اللحن ومن غير الكلام ومن غير المغني ومن غير الإنتاج ومن غير الفيديو كليب لو هتصور الفيديو كليب وكل الكلام ده يعني زي لعب الكرة يعني لازم معها فرق يعني يعني كل واحد في الفرقة بتاعة الكرة لي دور فهي نفس الحكاية يعني ما مقدرش أعمل حاجة الوحدي كون أظن أنه يعني بعد الموقف بتاع أستاذ كمال الطويل هو كل الصناعة بقت عاملك حساب يعني ده الراجل اللي عارف يعدي مع الأستاذ كمال فما فيش حد يحاوله وقف وشت وتاني بقى خلاص كده يعني تقريباً بقيت سمعة صح؟ تقريباً يعني تبقى حقيقة ده كده مش تقريباً بقى كده ما في المية بس لكن أنا في الآخر ببقى يعني الفكرة ان أنا ببقى ليه تخيل خيال في دماغي للأغنية يعني أنا شغلي ما بيبقاش ساعة ما بععد أفتح الكيبورد بتاعي وقعد أشتغل شغلي بيبقى قابليها لأن يعني لما بفتح الكيبورد وحالياً الكمبيوتر يعني ده بيبقى خلاص أنا عارف أنا هعملي لكن هي الفكرة من قول ما بسمع الأغنية أول مرة أو بختار الأغنية لو أنا اللي بختارها لغاية وقت التنفيذ هو ده الشغل الحقيقي اللي هو بيبقى جوا دماغي اللي هو أنا هعملي التصور الأغنية عاملة إزاي أنا هل هيبقى فيها مثلاً كمانجات ووتريات هجي جتارات محتمدة على الجتارات محتمدة على الإقاع أكتر الشكل النهائي ببقى سمع جوا دماغي يعني متبلور وفي الآخر لحظة التنفيذ دي أنا بحاول أطلع في دماغي على السماعات عشان بقيت الناس تسمح طريق مدكور عمره مطلب شغل هو دايماً الشغل بيجي بطريق مدكور فيجي لرأي السؤال أنا متأكد مية في المية لكن هنا في سؤال كم مرة طريق مدكور رفض حاجات ولما بترفض بترفض ليه؟ لا رفض في حاجات رفضتها بس مش بص أنا مش برفض أنا بفضل أتدلع ومشتغلش لغاية ما هو اللي عايز الحاجة يطفى شويزها اللي واحده يمشي يعني دي طريقتي يعني إمتى تعمل كده؟ لما تبقى الأغنية يا إما مش عجباني يا إما اللي هيغنيها ده أنا شايف أنه مش مغني أساساً يا إما شايف أنه أنا هتبقى تحصيل حاصل مش يعني لا هتقدم ولا هتأخر ودايماً أنا ببقى عامل حسابي يعني وأنا بعمل أي أغنية إنها لو ما ضفتش حتة زيادة ليا على أقل ما تاخدش جزء من اللي أنا عملت يعني على أقل أفضل فيما كنت أنا هروح للفصل بس إنها اللي بفكر فيه هو في حاجة اسمها لحن صعب وإنت قاعد بتفكر له في توزيع ولا لأ واللحن الصعب ده لو طارق ما تكون افتكر دلوقتي إنه في لحن خد منك مجهود في التفكير قبل التنفيذ مجهود تصور خيال وقلت بعد شوية كده بصوا بقى أنا مش لاعب وبعد شوية لا أنا هعمله إذا في حاجة زي كده لازم هتحكيها لي أنا صاحبك فاصل ونكمل الكلام إزايكم عاملين إنتوا فهمين يعني 40 سنة يا جماعة ده معناها إنه طارق مذكور موسيقار لأجيال عديدة يعني فيه أكتر جلو 2 و 3 و 4 راحوا اشتغلوا أو راحوا قدموا عند طارق مذكور أنا متعمد أقول كلمة راحوا قدموا يعني عشان ياخد الاعتماد وده حقيقي بالمناسبة أنا عايز تاخد الاعتماد طارق مذكور يوافق يعمل لك شغل وأنا عارف أنت قد إيه متواضع بس وبتاخد الحاجات دي بداحك لكن هرجع على مسألة اللحن الصعب وإنك تيجي تقول لا 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 مش لاعب وبعد شوية طب هشوف ممكن أنت مرفضتش لحن صعب بس بترفض زي ما قلت لي يعني الفنان مش عاجبني فخلاص ما هو ما بقاش فنان ساعتها الأخ أو المخت مش عاجبيني بالزبط كده يعني بيبقى دخيلة بص اللحن الصعبة مش صعبة في تكوينه أو كده بس مثلا يعني أقول لك مثلا من الأغاني الصعبة اللي أنا عملت يعني حاسيت لنا صعبة وأنا باجي أنفذها كانت أغنية أغنية عيون مثلا لمحمد منير كانت لحن طبعا أستاذ عمار الشريعي وكلام سيد حجاب الأغنية أغنية قديمة كان مهر عطار غنها في سبعينات فدي أغنية جاية من الماضي بشكل معين وكانت متلحنة في وقت معين وفي مود معين في مودة معينة فكان الصعوبة بالنسبة لي أن أنا حولها من السبعينات للألفنات وفي نفس الوقت عمار الشريعي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا فده كان مخوفني أن أنا خايف أن أنا معرفش أخذ الحاجة اللي هو أعملها قريدي حلوة وأنا أعملها بطريقة تانية وتبقى برضو حلوة فدي مثلا من الحاجات الصعبة لكن كلعنة كجملة موسيقية يعني ما بلاقيش مشكلة في حاجة زي كده مشكلة في الحدوتة بتاعت الأغنية الأغنية دي جاي منين عاملة زي الأغنية كانت أغنية قديمة شكل قديم لها فكان عشان تعمل لها التحويل ده من غير ما تبوزها صح ده كان بالنسبة لي تشالنج يعني حاجة يعني إيه أنت واحد من الناس اللي بيعتبروا من رواد الموسيقى الجديدة في مصر يعني زي ما كنا بنقول عمار الشريعي وهاني شنودة وطبعا يحيا خليل وهكذا والفرق الموسيقية المهمة اللي ظهرت في فترة السبعينات دي ودخل طرق مدكور ودخلتو كمجموعة كلكو في خناءة كبيرة جدا مع النقاد الموسيقيين والكتاب والجيل الأقدم وحاجات زي تعديتو الخناءة دي إزاي لا أنا ما كنتش شايفها خالص بصراحة ولا كأنها موجودة ولا أنا ما ببقاش شايف غير اللي قدامي يعني ولا كان عندي أي اهتمام بأي حاجة بالكلام ده خالص ما كانش يسير استياءك لو سمعت حد بينتقد الأغنية التوزيع بتاعها إيه اللي بيعملو ده على رأي أساس كمال كده دي دي دا 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 كويسة إننا وفقت منها الكهرباء؟ أولا ما كانش فيه الزمان ما كانش فيه سوشال ميديا زي دلوقتي فما كانش فيه الكلام ما كانش بيوصلك دايريكت وعلى طول وما كانش أي حد بيعرف يقول أي حاجة فكان الواحد غالبا معزول عن اللي بيحصل أنت مسحول زي بيقوله في اللي أنت فيه في الستوديو دايما وفي الوقت خصوصا شغلانة التوزيع بالذات شغلانة بتطلب وقت كتير يعني غير التلحين أو التأليف أو حتى الغنى الشاعر بيمسك الورق أو القلم وممكن يبقى هو قاعد في البيت أو قاعد في مكتبه أو قاعد حتى على الكافية أو قاعد في حتى ممكن يجيله الإلهام ويكتب اللي هو عايز يكتبه ملاحن نفس الحكاية إنما شغلتي محتاجة وقت في التنفيذ نفسه يعني ساعات وساعات وساعات القلية بتاخد حوالي 100 ساعة شغل من أول ما بتبتدي من أول ساعة في التنفيذ مش في إنك تلاقي الفكرة ممكن تلاقيها وإنت قاعد بتفكر يعني لكن عشان تنفذ الكلام ده ما أنت عندك وقت بتسجل الألات وبتعمل الإيدت والتصبيت كل حاجة تبقى في مكانها الصح ميكساج دي مراحل كتير بتاخد وقت غزبا عنك فإنت طول وقت ما مش شايف يعني أنا معرفتش إن أنا موزع موسيقى الناس عرفاني غير لما بقى فيه سوشال ميديا مرة سألت همر دياب قلت له كنا ساعتها قاعدين في ستوديو حسن الشافعي فقلت له هو أنت نجحت ووصلت لكده إزاي قال ليه ما بردش قلت له ما بتردش على إيه قال ليه ما بردش على أي حد لا بيشتمني ولا بينتقدني نقد قاسي ولا بتاع قلت له يعني ما تردش قال لي المسألة مش في الالتفاة المسألة في الرد قال لي يا يوسف أنا لو رديت على الناس اللي بتشتمني مش هشوف شغلي أنا عايز عود أشوف شغلي مش ملتفت بقى للقل والقل والهوسة التعامل مع السوشال ميديا ده تتعامل مؤذي وعشان كده يعني زي ما أنت بتقول أنا مقل ما بظهرش ما بتكلمش عشان خاطر أنا في اعتقاد يعني اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير بتكلم قليل بيغلط قليل اللي ما بيتكلمش ما بيغلطش فأنا ما بحاول ما اتكلمش عشان ما اغلطش يعني طيب أنا مش أخد من كلامك كتير بس أنا بعود ساعات عاود أفكر أقول في حاجة اسمها إن الموزع يبقى عنده ملحن مفضل ولا ما فيش حاجة اسمها كده حد بحبه بحب اشتغله وشغله بيبقى فيه طبعا بيبقى فيه بتبقى يعني عارف الكيميا ماشية مع بعضيها يعني بعف على مدار السنين دي فيه ناس كتير قوي كنت منسجم معاهم وعملنا شغل كتير قوي مين المفضل للفترة دي؟ المفضل عند طرق لا ممكن اقولك من الأول يعني من أول راد الهبشار يا الله يرحمه عليك الله يرحمه يا رب كان من أعظم الملحنين الموجودين وكنت بلاقي نفسي معاه جدا وكننا بنعمل عملنا الحمد الله أغاني كتير قوي حلوة ونكحة وعايشة لغاية النهاردة من أول كان عندك حق العمر دياب وراجعين وحتى أغاني سعيدي في الجعمة الأمريكية وهمان في أمستردام وناري نارين لهشاب عباس وحاجات كتير يعني ده اللي أنا فاكره دلوقتي يعني كان فيه طبعا من لبنان كان فيه طبعا سامير صفير أعملنا برضو حاجات كتير مع بعضينا الحمد الله توفقنا فيها ونكحت كنت بنسجم برضو مع بعضينا جدا وغاية النهاردة يعني فيه طبعا عمر مصطفى طبعا عملنا مع بعض يعني أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي يعني هو متسرع شوية في كلامه ما بيقولش ما لو سعت من كلامه لكن هو إنسان طيب جدا وفنان بجد وموهوب بجد يعني أنا بحبه جدا 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 يعني وعملنا مع بعض نجاحات كتيرة جدا شريف تاك برضو اشتغلت معاه وعملنا عمرين وعملنا تملي معاك وعملنا لأنغام برضو أغاني كتير حلوه والنهاردة طبعا من الناس القريبين جدا ليه برضو بشغل معاه وابسوط جدا من الشغل معاه حسنا سوري عزيز عزيز الشافحي عزيز برضو أنا يعني ببقى يعني لما بيقولي فيه أغانية هسمحها لك ببقى متأكد أنا هسمح حاجة حلوة متأكد إنه هو يعني حاجة فيها فكرة جديدة وفيها شكل جديد أنا أتمنى نوصي من أنصار إنه مين ما يحبش عزيز هو كبني آدم هو كبني آدم طبعا جميل يعني على المستوى الشخصي والإنساني يعني على المستوى الفني يعني كرياتيف ومجدد وعنده أفكار ممكن بتختارش على بالك يعني ممكن أسمع منه لحني يوديني في اتجاه ما كانش في دماغي خالص يعني لكن وفي مراحنين كتير تانيين طبعا شغلت معهم رحيم طبعا هايل ومين تاني أنا مش فاكر طبعا بس يعني دول اللي اشتغلت معهم شغل كتير من أول رياض وسامير وعمر مصطفى وعزيز يمكن دول الأكتر يعني الأكتر اشتغلت معاهم وشيفتك طبعا آخر حاجة اسأل عليها كريم مذكور أخباره إيه؟ أنا أرسلنا الكريم ده مني نقوله جونيور سلم على سينيور لك إنه كريم بيشتغل معنا في حاجات يعني في الراديو عندي أنا في انجه مفاهم فبتشوف كريم إزاي؟ ااا لا أنا بص يعني أنا عمري بكونت أب احنا دايما احنا اصحاب دايما سواء كريم او دال هم اصحابي عمري بتعملت باهم بقى بشخط وانطر وبتاع ساعات طبعا بتنرفز عليهم بس زي ما بتخلق مع واحد صاحبي لكن انا سايب ويعيش تجربة ويعني حتى وصوله للنجوم اف ام انا مكانش لها علاقة بيه خالص انا حضرت دا يعني لدرجة انه مرة كان كريم عامل عاملة عندنا كده وبعدين بقى اتعاق وعليين لما جيت شفت طرق منكور قلتولي شفت كريم حصل كذا عمل كذا كذا حصل معا كذا قال لي يستاهل لانه سعيد جدا انه عمله فيه كذا بالزبط كده يستاهل علشان يتعلم بالزبط بتشوف ان دي الطريقة الافضل انه يتعلم طبعا التجربة هي يعني احسن حاجة اللي واحد يتعلم منها التجربة والخطأ يعني واحدة من اجمل تجارب الموسيقية في بلدنا هي تجربة طرق مذكور حقيقي انا فرحان باللاربعين سنة اظن اكتر منك بصراحة لان انا مستمع فانا اللي استمتعت جدا باللاربعين سنة دول لا وانا بجد استمتعت في كل دقيقة انا اشتغلت فيها يعني انا يمكن هي اكتر وقت ببقى مبسوط فيه وانا في الاستوديو قاعد شغال وعمري ما حسبتها انها شغل انا دايما بحسبها ان انا بلعب مزيكة انا بحب المزيكة من او انا صغير وبحبها لغاية النهاردة وبالعب مزيكة والناس كبان بتديني فلوس فبابا مبسوط يعني فانا بعمل حب اللي بحبها هو بيجي عليها فلوس تخيل علشان كده انت طرق مذكور حقيقي بجد يعني نورتني وشرفتني انا زماني عمي بيقولي الوقت خلص وانا قاعد عمال اعمل نفسي مشوار خبالي وكل شوية عمال امط امط لان انا فعلا مش عايز اقوم يعني بس اعتقد هالناس تكمل الحديث واحنا مشيين نورتني وشرفتني ويا رب فعلا من قلبي لو نقدر نخلي الزمن يكمل بينا فنبقى ربعمية سنة طرق مذكور يا رب اسعدنا بالربعمية سنة دول يا رب يعني مش يا رب ربعمية سنة طبعا بس يا رب نفضل مكملين يا سيدي يما احنا خسرتين بس اللي انا اتمنى كمان انت تطلع اجيال جديدة وتكمل واجيال بعد اجيال وتفضل الفن بتاعنا موجود وعايش لانا هو ده اعتقد اهم حاجة عندنا في بلدنا انا اعتقد كده ده اهم صاروة عندنا الفن هو اهم صاروة عندنا نورت وشرفت واسعت ومجيتك دي عندي بالدنيا لان انا عارف انك ما بتروحش حاجة انا المتشكر جدا انك استضافتني لا ده انا المتشكر يا خبرة بيض مرة جاية بقى هبقى جيلك لستوديو خلاص بقى على راحتنا كده ونعود نتكلم يعودش اقولي انا مش عارف الوقت ومش الوقت تسجيل بقى وقاعدين براحتنا اشكرك مرة كمان كل الشكر الموسيقار الكبير جدا 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 طارق مذكور حوار اعتقده كان بقدر ما هو خاص بقدر ما هو كان مجارة العادة طارق مذكور ما بيكلمش غير من قلبه يعني فشكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة سوان يكون موجود معنا كديم رمزي حلن وبرنامجه رقم عشرة زعلش من يا كيمو عشان خدت من وقتك حبتين ولو كلنا العمر هنتقبل ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات